السلام عليكم اشخبركم اموركم هانية انتمنى تكونوا كلكم باخر وعلى خير وبيئة مصحة اليوم ان شاء الله نشارك معكم الملوي بثلاثة ديال الطرق ديال اللوي ان شاء الله يعجبكم خليتكم تسمعوا القرمشة اي واحدة ما ينزح لها الملوي فتفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله تقول محترفة في الملوي ونشارك معكم بثلاثة ديال الطرق كل واحدة واسهل من الاخرى لا يمكن ان ينزح معكم ونشف ما يجيش مزيد بصراحة يجيش الديد بزاف وننسونيش اخوتي من تشجيعاتكم وبرتاج للفيديو لكي تعمل الفائدة وعشركم مبروكة ونبدأ بالصلاة على نبينا عليه افضل الصلاة والسلام بسم الله على بركتي الله لدي هنا 600 جرام الطحين ابيض فرص اي مي يعديل 6 كؤوس وعندي كأس تقريبا الى ربع الفينو اي مي يعديل 100 جرام فانا عبرت 100 جرام الطحين الفينو اي دقيق سميد ناعم صفي وكنزيد الملحة حسب الضوء واحد المعلقة صغيرة سكر سانيدة اختيار ايلا بغيتو تضيفوها او ما تضيفوهاش غير كتزيدنا التحمر الملوي ونعجن بماء دافي فده ببرد الحال الى كان سخول الحال نعجنه غير بالماء الروبيني سوف نعجن بالنسبة المبتدئة ما تخافوش من العجينة غير عجنوها مزيان ودلكوها نبدو نضغطو عليها مزيان كيف مما تشوفوا معايا سوف نعجن مع اضافة الماء حتى تجمع لي العجينة وندلكها فأي واحدة تخاف من العجينة كنقول لك ما تخافش اختي ودلكيها مزيان سوف نعجنها معاك هنا في هذه المرحلة ما بقتش نزيد الماء سوف ندلكها مزيان ونرجع معاكم وكي يكون هذا هو القوام العزينة سوف نضعها في البلاستيك غذائي في ميكا ونجعلها ترتاح واحد نصف الساعة ونرجع معاكم بالنسبة للأخوات اللي طلبوا مني شباكية ان شاء الله سوف نتشاركها معاكم فأنا كنوجد ليها هنا بعد مرتحة العزينة سوف نشكلها هنا تومة تولي مرخوفة وتزبد وتولي ملصة سوف ندهن البلاطو بشوية زيت نباتية ونقطع العزينة على جوز وكلها نصف سوف نشكل من 5 ديال الكويرات سوف نشكل من العزين كامل 10 ديال الكورات هنا شكلتهم وندهنهم بشوية زيت نباتية ونغطيهم بلاستيك غذائي ونجعلهم يرتاحوا باش مرتحت لنا العزينة كي يكون مزيئا وهنا يا صفي بعد مرتحت العزينة رجعت معاكم وعندي زيت نباتية وعندي 1.5 مارغارين زبدة توريق نصف ديالها 125 جرام وعندي 1 ثلاثة ديال مع القديل الفينو ومع القديل الفورس ونصف خمارة ديال الحلوة النصف اللي كان بقاليه من المعسلة كانت تشاركت معاكم صفي كان نخلطهم مزيئا وعندي زيت ناباتية ندهن سطح العمل ونأخذ كرة العزينة ونبسطها ثم كان العزينة ارتحت لا تقطع معنا او لا ندهن السطح العمل تهوى بالزيت المهم سوف نسرح الكرة العزينة مزيئا فمن أسرار نجاح الملوي العزينة لا تكون مرخوفة لا تكون قصحة بزيئا ونريح العزينة مزيئا ونخدموه من اللي نكونو نورقوه نورقوه مزيئا حتى يرقق بشيء الملوي مورق ومقرمش الزبدة نزيد عليها نزيد ناباتية ونخلطها صافي ونبدأ نخدم بها وما تخدموش بها تكون بقا سخونة بزيف خليوها شوية تبرد عاد تبدو تخدمو بها صافي ندهن الكرة العزينة اللي بسطها مزيئا ونرش الفينو اللي مخلطها مع الدقيق ومع الخاميرات الحلوة ونبدأ نطوي بحالي لغن شكل مسمنا عادية صافي ونعود ندهن بواحد شوية الزبدة ونرش الفينو ونعود نطوي على جوج على شكل طولي صافي هنا نبدأ نصرح هذا الشريط اللي عندي نحاول نصرحه ما أمكن بس كي يجينا الملوي ديالنا مورق صافي ونبدأ اللوي واللوية تكون مرخوفة كيف ما موضح في الفيديو فهذه الطريقة الأولى ديال اللوي فأنا غنشرك معكم ثلاثة ديال الطرق كلهم نازحين كي يجي بيهم الملوي زوين كلهم أناية مجرباهم كنصيب بيهم الملوي أي وحدة درتها كي ينزح بيها الملوي هانتوما صرحت عاوتاني كورة العازين حتى رققتها مزيان كندهن بواحد شوية ديال الزبدة ونرش طحين الفينو صافي وكنطوي المهم مرة الطريقة موضحة في الفيديو وندهن بواحد شوية ديال الزبدة ونرش أعود ثاني الطحين ديال الفينو اللي مخلط مع الخامير ديال الحلوة والفورص وكنطوي أعود على جوج صافي كي تشكل عندي الشارط وكنبدأ نصرحوه مزيان ونحاول نرققوه صافي وكنبدأ اللوي ومشاء الله الملويات كي يبدأ ويتنبل العازين ديالهم سوف نأخذوه مزيان اللهم بارك صافي وكنكمل وهنا يعود تسرحت الكورة ديال العازين مزيان حتى رققتها وكندهنها بشوية ديال الزبدة وكان رشكي في مال عادة دقيق ديال الفينو مع الفورص ونشرق معكم اللويو الشكل الثاني ديال اللوي ديال الملوي هنا اخذت القطعة ديال البيتزا وكنقسم من نصف وكنعود كلها نصف وكنقطعه على ثلاثة ديال الاشريطة صافي وكنبدأ اللوي وانا يكن اللوي اللويات تكون مرخوفة باش كي يجينا الملوي ديالنا مورق صافي كلها شارط كنكمل الشارط الأول كندوزل الثاني وكندوز عودتاني الاشريطة اللي من الجنب كنخلي ديال الوسط حتى الاخير باش كتزيني الملوية مقادة وزوينة صافي كنستمروا ان يكن اللوي فاي وحدة ما كينجحش لها الملوي فاتبعها الطريقة واي طريقة عزبتها في اللوي تخدم بيها بصراحة كي يجي الملوي كنزل وكتزيني الملوية وكتزيني الملوية وكتزيني الملوية وكتزيني الملوية كرة اخرى من العاجي وعلى فكرة بالنسبة للزبدة وكتزيني الملوية فهي غدش يطلية منها سوف نطرفها في تلاجة تل مرة اخرى ونزيد عليها ونخدم بيها و ندهن على ثانية بالزبدة فالزبدة سوف يجمدت ونحركها جيدا حتى تولي على شكل بوماد بعد ان نخدم بيها باش ما نبقى نصخنها فهذه هي الطريقة اللي كندير أناية دائما في المسمان او في الملاوي سوف يدهن بالزبدة ونرش طحين وكيف ما شفتوا معايا نبدأ نجمعها وهذه هي الطريقة التالتة اللوي وهذه هي اسهل وحدة فيهم سوف نقبطها كده في الدية ونبدأ اللوي ونحاول نجبد العزين واحد شوية سوف ندخل ذاك الطرف اللي يبقى لها من التحت سوف نحطها هاي الملوية وجدات بصراحة هذه هي الطريقة السهلة وكل هم زوينين كي يجيبهم الملوي ناجح ونحطها وهنا سرعت معاكم معاوة تانية هاد الشكل الاخير سوف يدهن بالزبدة وكرش ونبدأ نجمع بيد دية ونجبد ونبدأ نلويها عليه دية وهنايا غنكمل الملوي ديالي كامل بهاتطرق ونرجع معاكم وهنايا سوف يكملت سوف يدعي من كنغطي العزين ديالي باش ما كتكونش فيه القشرة بالبلاستيك الغذائي ونبدأ نبسط المقلة فهي تسخن فوق البوطة فتقريبا سخنات نبسط الملوية مزيان ونرش المقلة بواحد شوية ذيال زيت ناباتية ونبدأ نطيب وضع الملوية بعد ما بسطها سوف نقلب غير المقلة كانت سخونة بزفد غير المقلة كانت سخونة بزفد غير المقلة كانت تتحمر الملوية أنا تقريبا يلا حطيتها بشوية سوف نقلبه فالسر انه يبدأ تنفخلينا في القليب كل شوية نبدأ نقلبه من جوية حتى يبدأ تنفخلينا وكيجي مورقهم قرمش المهم كان بدأ نقلبه الملوية ديال نحتي تحمروا كيفما قد شوفوا معي بغيت نوريكم الطورق ولكن كانت سخونة بزف على يدية ما قدرتش تحرقت لي يدية صافي وحدة كطيب كان بدأ نبسط وحدة اخرى كانت تكون موجودة صافي غير كان نحيد اللولة وكان زيد الثانية صافي كان حطيتها بشوية وهنايا كان نوريكم الطورق بعد ما بدأت شوية كتبرد هانتوما بصراحة يجي ملوية مورق ومقرمش صافي كان نبقى مقبل الملوية كل خطرة نبدأ نقلبه من جميع الزياد حتى يتحمر لي وياخد اللون الذهبي هذا كان نحيد الملوية مليكات طيب هانتوما كان نوريكم الملوية كانت تنفخ صافي اللي تتحمرت نحيدها ومشاء الله اللهم بارك كي يبدأ تنفخ وكي يجي زوين هانتوما الملوية ما شاء الله كي يجي غزال وبصراحة كي يجي كي يشهي واللي شاهدها وحاملة تسمح لي صافي اللي تتحمرت كنحيدها ونضعوا واحد اخر وما تنسونيش خواتاتي وميمتي الزوينة الفنت من واحد لايك واشتراك وبرتاج للفيديو والله يجازيكم بالخير ويحقق ليكم كل ما كنتمنى فانا كانت تعب على الفيديوهات باش تعمل فائضة فالخير اللي غادروا في اخوتي تبرتاجوا لي الفيديوهات باش الناس يستفدوا شكرا لكم وبصراحة بعض الاخوات كي يدخلوا كي يقولوا لي اول مرة كنشوفوا قناتك عندك كل شي زوين عاونوني اخواتي بالبرتاج فانا عندي فيديوهات زوينين ولكن ما كي طلعوش في الموشة هذا حيث ما معروفاش وهذا هو الخير اللي ممكن تديروه في اخواتي الله يحفظكم ويسهل اموركم وهنا يصافي كملت هذه الملوية الاخرة اللي بقى عندي في المقلة صافي بعد مما تحمرت حييتها ها هي بصراحة الملوي كي يجي كيتنفخ ومورق وكي يجي غزال توجدوه بوجهكم حمر بالضيف وتوجدوه في رمضان فرمضان على الابواب الله يدخلوا علينا وعليكم بصحة والسلامة وهنا يكن وريكم تورق وتمني تكون كنتوا معي باش تضوقوه بصراحة كي يجي زوين ومورق ومقرمش متقنعوش منو تجربوه بصحة والراحة وخباقي سخون حرقت يدية انتم وشوفوا التوراق بسم الله ما شاء الله كي يجي زوين بزاف نعيه ما نشكر فيه أو ما نوفيه شحقه نتمنى اخواتي تكونوا استفادتوا معي في هذا الفيديو نتمنى اطلع هذا الفيديو اتشاف وتعمل فائدة ونكون مفيدة ومستفيدة والله العظيم نفرح من اللي كتكون هكا كتدخل شي اخت وكتقول لي بانها جربت هكذا وصفة ونجحت معها نفرح كنقول الحمد لله كينه الناس اللي كي يستفدوا من الفيديوهات ديالي بتاعب ديالي ممشه شغير هكذاك ولي كتمنى سيحاجف خطرها ياربي تحققها لها ياربي تستر امورنا جميع هذا هو الشكل النهائيدي اللي ملويه بصراحة كي يجي زوين بزاف كنتمنى منكم تجربوه وتردو علي في التعاليق وشكرا لكم كيكون هذا هو الشكل النهائيدي اللي ملوي يجربوه بصحتكم وراحتكم وما تنسونيش من تشجيعاتكم الى فيديو قادم ان شاء الله الى اللقاء